السلام عليكم أخوتي كنتمنتكم بألف خير الكلام اليوم سيكون على الهجوم الذي يتعرض له نوسير مزراوي من طرف الصحف الألمانية سنرى بعض الأوصاف التي فصفوا بها مزراوي وسنرى رده على الهجوم الذي يتعرض له وكذلك سنقوم بتحليل بسيط أو سنعطيكم رأييه في أداء منتخب المغربي أمام كود ديفوار ندخلوا في الموضوع والذي سيكون باختصار كيف هذا والبداية ستكون مع نوسير مزراوي اللاعب من بعد ما أعلن دعمه هو ومجموعة من اللاعبين من المنتخب الوطني للقضية الفلسطينية والذي تعتبر قضية العرب بصفة عامة تلقى نوسير مزراوي هجوم كبير من صحيفة معروفة وهي صحيفة بيرد الألمانية أول حاجة معناه هي العنوان الذي يدروا المقال والذي يحمل كمية حقده مغالطات كبيرة يا أي دكشي الذي يدروه لغاية تسمى إرهابي والعنوان الذي يدروا الصحيفة المذكورة هو أنصار الإرهاب فوق الملعب إنه أمر لا يوطق في إشارة لنوسير مزراوي في الجولة القادمة من الدور الألماني وهذا ما قالوه بالحرف هل يعقل أن يكون هناك لاعب في الملعب يدعم هذا الإرهاب؟ كان ضمن أن المقصود المواضح هو أنه لا يجب أن يكون مزراوي بين قوسين الذين يدعم القضية الفلسطينية يمتواجد في الملعب في الوقاية التي يدعمه إسرائيل والصحيفة كانت بعيد وقالت المزراوي يجب أن يبعد رأسه على هذه الأعمال ويشرح سبب ترحيبه بشعار الكراهية في ما يسمىه أعرفت الكثير من الحرية التي يهضروا عليها ويتغنوا بها ويتفرضوا بين قوسين عقوبات على الدول النامية بسبب الحريات لا يطبقوها وتخيل معي غير إذا قلت إسمك الكيان أو لا يدرتيه في عنوان الفيديو يقدر إعطار الفيديو أو لا تطير الصفحة أو لا تصدق القناة كاملة الحاجة التي لم تفهمتها في نية الحرية وتقبل الرأي الآخر التي يهضروا عليها الأساس والحاجة اللي وضحات هي أن الحرية كيعطوها لك غير في الحويج اللي ضد القيام ديالك النصر مزراوي يجاوب على الهجوم اللي تعرض ليه وجاوب دياله كان كالتالي أود أن أبين أنه من المخيب للأمال أن يتعين علي توضيح موقفي الأمور تتعلق بمأساة تجريح حيث يفقد الأبرياء حياتهم وموقفي ينص على العمل من أجل السلم والعدالة في هذا العالم وأنا أبقى ضد كل أشكال الإرهاب والكراهية والعنف لذا يجب أن نعمل جميعا من أجل وقف هذه المأساة الإنسانية لا أستطيع فهم سبب اتهامي من طرف البعض بدعم التحريضات العنيفة واليوم الأمور ليست حول معتقاداتي أو معتقاداتي بل فقدان الأبرياء لحياتهم بسبب السراع الذي خرج عن السيطرة إنه عمل غير إنساني وفي الآخر ختم الكلام قال أنه لم يكن في نيتويسي لأي شخص كذلك موقع فوت ميركاتو الفرنسي در مقال بعنوان السراع الإسرائيلي الفلسطيني الصحافة الألمانية توجه اتهامات خطيرة للغاية ضد مزراوي ونفس الموقع در مقال ولمح فيه للموضوع الحرية التعبير اللي تكلمت فيه وكان عنوان المقال هو اللاعبون الدوليون المغاربة يخضعون للرقابة على الإنستغرام وفي المقال كتبوه لقد نشر لعب المنتخب المغربي أبو خلال زياش مزراوي والصباري قصصا لدعم فلسطينيين أو بالأحرى فلسطين لكن لا يمكن رؤية القصص إلا إذا ذهبتها لملفهم الشخصي شخصيا الأمر لم يكن غريب حيث معروف مواقع التواصل الاجتماعي منه ورواد حكي كيف تستخدم مصالح الطرف على حساب طرف آخر ويبان الظالم هو المظلوم نرجع الموضوع الأساسي وهو الكرة ولكن كان من الواجب نعرفه ما يتعرض له ولد بلادنا والأوصاف التي يتوصف به وهي غلط كبير في حقه بطبيعة الحال العديد منكم لا يعجبوش الأداء من المنتخب المغربي ضد الكوديفوار حيث الأداء كان باهة لدرجة أن مدرب المنتخب الكوديفوار قال في تصريحه محبط قليلا أننا لم نفز لم أكن أعتقد أننا سنكون مهيمين للغاية ونخلق الكثير من الفرص المنتخب المغربي لديه دفاع محكم لكن أنا فخور بلاعبي فريقي عندما تحصل على الكرة بنسبة السين في المياه ضد المنتخب وصل إلى نصف نهائي كأس العالم يمكن أن تشعر بالفخر أنا شخصيا في العديد من الفيديوهات قلت أن المنتخب اللي شفناه في كأس العالم ليس هو اللي سنشوفوه في المنافسات الإفريقية سر نجاح المنتخب المغربي في كأس العالم كان هي الخطة الدفاعية المحكمة بحيث كنا كنخليه الكرة للخصوم لبناء الهجوم والمنتخب كان يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة الشيء اللي كان غائب أمام الكوديبوار بحيث شفنا بعض التغييرات أولا بالأحرى يمكن نقوله بعض الأخطاء تكتيكية من الناخب الوطني وليد الرقراجي في قراءة الخصوم وهذا الشيء واضح من الطريقة باش وضف بعض العناصر بين قوسين أنا مشي متشائم أولا كنتاقد وعارف مزيان أننا سوف نرى منتخب قوي أو لعندي إحساس أننا سوف نرى منتخب قوي من اللي سندخل المعقول وسوف تكون هذه نسخة ستنائية بالنسبة للمنتخب المغربي سوف نرى المنتخب المغربي كي ينفس على اللقب بقوة وبكل صراحة نتمنى أن ننتوجه باللقب هذه السنة هذا الشيء لماذا نحاول نناقشه أو نعطيه لأراء نقاط اللي خص الناخب الوطني يخدم عليهم ويكون راد لهم البار على سبيل المثال ماتش الكوديفور أن نرى أن نصاري لا يكون أساسي ونرى لا نقلل من قيمة يوسف النصاري بالعكس هو من أحسن المهاجمين الذين يدازوا في المنتخب المغربي وحتى أحد لا يشكك في قدراته ونحن نعطيه على الطريقة التوضيف يوسف النصاري في الماتش الكوديفور أن نرى أنه لا يكون أساسي إلا لاحظتم أن في أفريقية الكورة تريد أن تلعب في الأرض ويوسف النصاري كان عارفوا أنه لديه جيد الميزاج يتميز بالارتقاء وبالضغط الذي يديره على الخصون بمعنى أنه مليك المنتخب المغربي رابح لذلك ساعة قدر ندفع بيوسف النصاري حيث هنا سيستفد منه بثاف أول شيء يعاون وسط الميدان ويضغط على حامل الكورة بالإضافة إلى أنه قدر يدير الدور كمهاجم بأفضل وجه ونظن أن نحن روقعنا في نفس الغلط مع واحد خليل وزيتش منه كأننا نعتمده على الكورات العالية والذي كانت سناو الظاهر هو الذي يسجل لنا الذي هو أشرف حكيمي ونرى ما نقلل منه بالعكس يوسف النصاري من أحسن المهاجم إلى توضيفه بشكل صحيح وطبيعة الحال مباراة عرفات تواجد نقاط مضيئة في المنتخب المغربي على رأسهم بلال خنوس لكل شيء أشاد بالأداء وكذلك نيف أكرد والمهاجم ديالنا أيوب الكعب هذا الشيء الذي لا تنسوا أعطينا الأراء ديالكم وكيف العدل الذي ما زال منضمش العائلة فوتفلكس سرجع البطن القرية بيضاء وهو معنا كان معكم أخوكم محمد من قناة فوتفلكس ولكن صلوا على رسول الله والسودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وتفائل خيرا تجدوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر